موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح أسيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة بما يحافظ على سدامة تلك المدن وقدراتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية جاء ذلك للاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث أكد رئيس أسيسي أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف بالإضافة لاستعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في أنحاء البلاد يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلة من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري أعلنت هيئة الوطنية للانتخابات استئناف استقبال لجان الاقتراع للناخبين في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد فترة التوقف لمدة ساعة واحدة ابتداء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة من ظهر اليوم وتتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى تحت إشراف قضائي واستمر التصويت حتى التاسع مساء بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستورية في الانتخابات بسهولة ويسرى جاء ذلك خلال الترقص مدبولي غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث وجه مدبولي باستكمال بذل الجهود حتى تخرج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على التصويت يعد خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حاليا وهناك إصرار على المشاركة بإيجابية أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن غرفة عمليات الهيئة رصدت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 عددا هائلا من التقارير المصورة والمنشورة في مئات من وسائل الإعلام العالمية بعدد كبير من اللغات وأشر رشوان إلى وجود شبه إجماع في الإعلام الدولي على رصد الكثافة الكبيرة لحضور الناكبين للجان الاقتراع مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة وصلت على مدار الساعة دورها في متابعة عمل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لتخطية الانتخابات والبلغ عددهم 528 مراسلا من المقيمين والوافدين من الخارج لتخطية الانتخابات كما وصلت الغرفة رصد ما ينشر ويذاع في وسائل الإعلام في أنحاء العالم عن الانتخابات قام وفد من أعضاء مجلس الأمن بزيارة إلى مدينتي العريش ورفح وذكرت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس اطلعوا خلال الزيارة على سيل العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبية المقدم للجرحة الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعاوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول الشاحنات وإجلاء الجرحة من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع من جهتها أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أن جهود إغاثة غزة لم تكن لتتم دون حكومة مصر وسخاء شعبها استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 30 جريحا ومصابا فلسطينيا من قطاع غزة وتم تخصيصه 30 سيارة إسعاف لنقلهم للعلاك في المستشفيات المصرية وعلن مسؤول بالهلال الأحمر المصري أنه تم إدخال خمسين شاحنة ويجرى التنسيق لإدخال مئة شاحنة أخرى لافتا إلى أنه جرى إدخال خمس شاحنات وقود إلى قطاع غزة تقل كميات كبيرة من السولار والغاز لتشغيل محطات الكهرباء وغيرها أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أنروا مقتل أحد موظفيها في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى بقطاع غزة لإجمالية عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 134 وضفت الوكالة أن ما يصل إلى مليون وتسعمائة ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة نزحوا داخل القطاع بينما بات ما يقرب من مليون وثلاثمائة نزح داخليا يقيمون في مائة وأربع وخمسين منشأة تابعة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة دعا رؤساء وزراء أربع دول أوروبية هي أسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وملطا دعوا رئيس المجلس الأوروبي شاري ميشيل إلى إجراء نقاش جاد خلال الأسبوع الجاري حول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة وعفق رسالة اطلع عليها موقع بليتيكو الإخباري فإن رؤساء وزراء الدول الأربع حثوا رئيس المجلس الأوروبي في رسالة على وجوب دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار للأغراض الإنسانية ما قد يفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية وجاء في رسالة أيضا أن الوقت قد حان لكي يتحرك الاتحاد الأوروبي بعدما باتت مصداقية الاتحاد على المحكة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستستمر في العمل على زيادة قواتها البحرية وتعزيز انتشارها في كافة المناطق الاستراتيجية في المياه العالمية وأوضح بوتين خلال مراسم رفع العالم الروسي على الغواصتين النوويتين كاراسينو ياراسكا والإمبراطور أليكزندر الثالث أكد أن العمل على زيادة القوات البحرية الروسية سيستمر مشيلا إلى أن القوات البحرية الروسية ستنتشر أكثر في القدب الشمالي والشرق الأقصى وكذلك في البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين وفي أهم المناطق الاستراتيجية لمحيطات العالم ترجمة نانسي قنقر نهاية الموجز لكن التغطية مستمرة في ثاني أيام الاختراع في الانتخابات الرئاسية 2024 على شاشة الأولى بالتلفزيون المصري ابقوا معنا